من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة من نعم الله تعالى على عباده أن أنزل من السماء ماء طهورة و أنزل من السماء ماء ليطهركم به قسم الفقهاء الماء إلى ثلاثة أقسام ماء نجس و هذا معروف طبعا و ماء طاهر و ماء طهور تركيزنا على الماء الطهور لأن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره أخذوه من نص الآية و من منة الله تعالى و من حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما سئل أن توضأ من ماء البحر يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه يعني ماء طاهر في نفسه و مطهر لغيره و الصحابة ليس ألوا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ماء البحر كما معلوم فيه الملح و الماء عشان يكون صالح للعبادة لا بد أن يكون في أوصافه الثلاثة في الطعم في اللون في الرائحة ما يجيه أي تغيير يغير عشان يخرج من الماء الطهور للماء الطاهر الماء الطهور اللي بنستعمل في الوضو و نتوضأ به و ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوضأ كما جاء في القرآن الكريم و نغتسل به كذلك الطهور الذي يتطهر به المسلم جعله الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة و ثواب كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الشطر الإيمان شطر الإيمان يعني نص الإيمان الإيمان قالوا معناه الصلاة لأن ربنا سبحانه وتعالى نزل و ما كان الله ليضيع إيمانكم لما الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس الصلوا لبيت المقدس و ماتوا قبل تحويل القبلة فأنزل الله سبحانه وتعالى و ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أول ما نزل من القرآن سورة العلق تاني ما نزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر إذن البداية في دخول الإسلام في نزول القرآن أن يكون الإنسان طاهرا مطهرا متطهرا ومن الدعاء العلمنا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دائما نسأل الله تعالى أن يطهر أبداننا أن يطهر قلوبنا أن يطهرنا من الدنس ومن الرجس والنجس صلى الله على رسول الله